استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا في قصر الصافرية هذا اليوم العقيد الركن عبدالله بن أحمد الكعبي حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب طيور قصر الصافرية وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره للعقيد الركن عبدالله الكعبي على هذا الإهداء منوها حفظه الله بالجهد الطيب الذي بذل في إعداد هذا الكتاب الذي يهتم بمختلف أنواع الطيور في مناطق مملكة البحرين وتوثيقها بالصور مشيرا العاهل المفدى إلى إطلاق مشروع الحبارة في المملكة والذي يأتي للمحافظة على هذه الأنواع من الطيور والإكثار منها وتوطينها في البيئات المناسبة لها في المنطقة وحمايتها من الصيد مؤكدا جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين تعد من الدول التي تحتضن العديد من الطيور المهاجرة في مختلف المواسم متمنيا جلالته له دوام التوفيق والسداد وقد رفع العقيد الركن الكعبي أسماء آيات الشكر وعظيمة تقدير والامتنان إلى صاحب الجلالة حفظه الله على دعم جلالته وتشجيعه في إعداد هذا الكتاب الذي يأتي بناء على توجيه سامن من جلالته للحفاظ على هذه الأنواع النادرة من الطيور والتي تأتي إلى المملكة من مختلف المراطق في مختلف فصول السنة مشيدا بدعم جلالة العهل المفدى ومتابعته واهتمامه حفظه الله بهذا الإصدار مؤكدا أن هذا الكتاب يشكل مرجعا هاما للباحثين والدارسين والمهتمين في مجال الثروة البيئية والطيور وأنواعها داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد على طريق الخير والعطاء خطاه ويمتعه بمفور الصحة والسعادة اشتركوا في القناة